السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو سمدين هالنهار شعالله غدي نوريكم حط طريقة باش تضربوا ليبرا بسهولة إما ليبرا ديل تسمم معاوي أو تسمم دموي ديل المعراجي شعال موحد كي خاف أنه يضرب ليبرا أنه يوم غدي نوريكم حط طريقة سهلة للغاية باش تقدروا تضربوا ليبرا وانتوما ما خايفينش منها ليبرا ببساطة كتضرب في هاد الجيهة ثم هاد الجيهة يعني كتضرب هنا في هاد الجيهة ثم هلا كتبع لكم في هاد الجيهة شعال موحد كي يخاف أنه غدي يضربها هي جد سهلة ولكن يعني كيفاش غدي نوريكم حط طريقة ليس جد بسيطة شعال موحد كي يشد ليبرا هكا إما الغلايضة إما الرقيقة ماشي مشكيه ولكن كان اللي كي يشدها وكي بغي مني كي بغي يضرب هكا اليبرا هكا كي يضرب هكا وإما كتفلت له هكا وكتخرج يعني كي في العود ما يضربها هكا كي يضربها هكا هكا كي يقول لي أنه مني كي تيري هنا الأخر الدوع كي يقول لي كيخرج على برا ديما منين تهزوا جلد هكا أول حاجة ما كتضربوش ليبرا عمودية بها الطريقة ولكن كتضربوها هكا مائلة هكا كتضربها مائلة بها الطريقة أنا نوريكم على المستوى ما كتضربوها هكا كتضربوها هكا مائلة أنتو ما بحالك إذا طريقة هي كالتالي أريدكم طريقة كيفاش هكتضربوها هكا تكون عمودية وإنما تكون مائلة ولكن شحان واحد كي يخاف من هاد المصمار يبراها غليضة بزاف يعني كتقول لي غادي تجيب حلها تخشي ليبراها هكا تجيك صعيبة أو لا أنا ندرككم واحد البسيكار جديد أنتو ما هاد البلاستيكا اللي كتكون في الأول هاد البلاستيكا لم ت итоге الميضة لها هادي غادي تستغلوها نعمل سوف تدرو اغidée غادي تشجي به هاد الطريقة هاد هاد الصانتيم الي خارج من هرا و من غادي يجيكم ساهل أowych غادي تبدأ تخشيها فالجل هكا ما اغayan تخشيها وتأثير ضربة مائلة,هاد سحصل مائلة هاد البلاستيكا كانت بحالة هي العائق اللي غادي تضرب إهرب حلا كمتعضة مائلة ميلة بها الطريقة وغادي تخرج من جانب الآخر لا انا قدرت لكم سنتيم بالضبط غادي تديرو هاكا وغادي تخشى صفي وفي نفس الوقت غادي تكيو من هنا منين تبغيو تخشي الدقو ليبرا هاكا منين تبغيو تخشي الدقو ليبرا ما تشدوهاش من هنا في الأول لا لان شدتوه هنا وقت تديرو مع الارنب و هو كي ترعد كي يبغي يهرب كتديرو بحالكة يقدر اصبع دياركم يفلت بحالكا لا تشدوه في الأول هاكا من هنا هاكا تشدو هاكا من فوق الرقبة ديارو تشدوها هاكا سوف تكيب حال هاكا وبهاد السبع سوف يتكيب حال هاكا كي هنا قادية اخرى انا غا نوريها لكم وهي طريقة مهمة بزاف وهدي يعني يراها يعني حصرية على هاد القناة وهي منين تبغيو تهزو نا غادي نمثلكم اليبرا اليبراغي بهاد الحاليب و غادي نوريكم واحد القادية دي مكترة فهي خطأ هي خطأ في الحقيقة هانا غادي نوريكم انتوما 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 الزيت ولكن هزيت بواحد طريقة هنا مكينش البرد هنا مكينش البرد هنا هايا رادي كي تستعملوا هالقاطة بباء هايا راكي هنا واحد القطرة بيضاء هنا هايا يعني واحد البويقة ديال البرد هانتوما لاحظوا معايا كتكون هنايا البيض كله ولكن اللاح تسوكت لقاو واحد البرد داخل في وسط منه هاداك البرد كونو متأكدين ينخليته وراء كيديروا واحد المشكل كبير بالنسبة الانانيم انه المشكل اللي كيديرو لهم هو كيديرو لهم الشلال نصري هادي قال هالي واحد طبيب بيطاري ماني يكون البرد هنا هنا ما تخليوش البرد ضروري تكيو واحد شوية بحال هكا وتديرو بها الطريقة هاكا تحيدو هاداك البرد وتدورو لي برا هكا تتلقاو البرد مكينش هنا اني كتكون واحد بحال بحال بوقة كينا الداخل ضروري تحيدو وقالي إلا إلا خليتوها كتدير الشلال النصفي لقدر الله اذا قبل ما تديرو انتم حيدو هنا واحد سانتين ماننا نوريكم قاعد طريقة باش تقدروا تحيدو ذاك السانتين لكتلكم طريقة سهلة انكم كتشدو لي برا اللول هكا وكتحيدو منها هاداك الجزء يعني كتعبرو بحال هكا كتحطو عليها هكا تحطو هكا ويتشوفو واحد سانتين هنا وتهزو هادا لي برا هكا بحال الطريقة صافي وكتحيدو هاداك الجزء بالمقص بحال الطريقة صافي وكتخشو هنا تحصلو على واحد الجزء دير سانتين هنا خارج بحال هكا هاداك ولي غادي تخدمو به صافي انتم إليك يبالكو هنا واحد سنتيم خارج صافي هادا كولا غادي تخدمو به تحيدو البرد اللي شايت من هنايا وهادي غا تبقى كصافي مني غا تخشيو لي برا هكا ما غاديش تفلت هاكا أو هاكا الا غادي تدخل غي هاد شوية هاد اني هادا المبتدئين اللي ساهلة طريقة ساهلة و بسيطة اني هانتما طريقة ساهلة و بسيطة جد بسيطة هنا نعودها لكم عودتاني بوحدة اخرى انكم كتشدوها لجزء هادا انتما هنايا صافي هادا غادي غادي بلاستيكا كتستعملوها مره و كت يعني كت كتستعملوها غادي غيب حالي كتتحمي من البرد و صافي من الغبار انتما هادا تديرو انا هنوريكم هادا 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 غا تخشيوها عادية بطريقة عادية غادي واحدة السانتيم هادا هتا تقولوا بال Village وصلة هنanya هادة تعطولح هادة تحيدو هذه البلاستيكا وتعاقلوا على شحال النيفو اللي اختارته و ستقطعوا بهذه الطريقة نقص عادي عندما هذه وهي العملية يخدامها مئة بالمئة عندما هذه الطريقة رغي من ابتكاري الناس اللي يخافوا من اللي يبرة يدقوها عندما هذا الشوية هذا را كافي أنه أول نصف سنتيم أو سنتيم صافي هكا تجيبوا الأرنب هكا هكا تخشيوها هكا و تكيو بعد طريقة هكا بالصبع من هنا هكا هكا من المرة الأولى من المرة تبغي تديروا البراء تخشيوها هكا ما تكونوا شدينها من هنا هكا ما تشدونها هكا وتقوات تخشيو إلا تشدوها من هالطريقة هكا خشيو هكا وبعد الثبع تكيو هكا صافي و ها الأمور غدي تحسوا براثكم على اللي ما مبقت وش كتخافوا يعني طريقة بسيطة وسهلة للغاية أنتوما كتشوفوا طريقة سهلة إذا هدو الموضوع دينا هاد هاد النهار إلا عجبكم الفيديو تكيو على زر جيم سندونا وتكيو على الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله و الناس اللي مازال ما شاركوش معانا قناة يعني فيها يعني ابتكارات الحمد لله و الناس كي يحبونا و كي سفطونا التعاليق الطيبة ديالهم كنشكرهم بزاف و شاركو بروكا و الى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله و لا و لا وضع و isn'tر و أنت